بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه الآيات الكريمة تعكس لنا حال هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدث الهجرة يمر علينا في كل عام لنقف على ما فيه من دروس وعبر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حال خروجه من مكة وقف على جبالها وهو يقول يا مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلب رسول الله ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت وهذه العبارة تعكس لنا حب الأوطان ومكانة الوطن في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أكبر دليل على الانتماء وحب الوطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين بها مكانة الوطن في قلب كل إنسان يعيش فيه يبين لنا وجوب حب الأوطان والإخلاص لها والإحسان في سبيل رفعتها وخدمتها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لأحب بلاد الله إلى قلب رسول الله ولولا أن قومك أخرجون منك ما كنت قد خرجت منك فهذا يبين لنا ما كان من عمق حبه صلى الله عليه وآله وسلم لبلده وحينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحب المدينة ودعا لها قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم أذهب عنها الحمى واجعلها بالجحفة اللهم بارك لنا في المدينة وحببنا في المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا وظل صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بحبه للمدينة ويفرح حينما يقترب من المدينة ويقول لولا الهجرة لكنتم مرأا من الأنصار ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في الأنصار لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم كل ذلك يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب وطنه وينفعل بحبه لوطنه ويقوم بخدمته ويقوم برعاية شؤونه وهذا يبين لنا فساد مناهج بعض الناس الذين لا يحبون أوطانهم ولا يحسنون إليها ولا يعتبرون لها حق عليهم ومن هنا فإن الموت في سبيل الوطن هو شهادة وهو رفعة عند الله سبحانه وتعالى رجل مات في سبيل رفعة كلمة الله ورجل مات دفاعا عن أرضه ودفاعا عن عرضه كل ذلك يعكس لنا كيف أن الشريعة جعلت للوطن المكانة العظمى والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم فالآية الكريمة زاوجت بين قتل النفس والخروج من الدار ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فزاوجت الآية بين قتل النفس والخروج من الدار لتبين ألم الخروج من الدار على نفس كل إنسان ينتمي إليها ويحبها ويتفانى في سبيل رفعتها وسبيل مكانتها وريادتها وهذا يبين لنا حق الوطن ووجوب الدفاع عنه ووجوب الموت في سبيله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا أوطاننا وأن يحببنا إلى أوطاننا وأن يجعلنا من من حافظ على أوطاننا ومن من دافع عنها ومات في سبيلها ونسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيل أوطاننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر